اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم عزقنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر النهاردة هنتكلم على موضوع اهام جدا 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 اسمه اوبشركم بفرح عظيم عن الفرح الفرح والسرور والسعادة والبهجة كلها مشاعر جميلة جدا كلنا بنحتاجها احتياج ضروري جدا للنفس البشرية ودايما بنفرح اما يكون في نجاح في مكسب في زواج في حاجات كتيرة قوي قوي شهرة يمكن بنفرح كتير قوي بحاجات كتير يمكن بنفرح لفرح الاخرين بنفرح لكن بيبقى بسبب معين والوقت معين ومرتبط بشيء معين فرحنا بيكون مؤقت واول ما بينتهي السبب اللي احنا بنفرح على سينه بنرجع تاني مشاعرنا ممكن يكون فيها حزن فيها اكتئاب فيها يأس فيها احباط فيها مشاعر كلها بتدمر نفس البشرية ورب خلقنا علشان استمتع بالحياة قال اعطانا بكل شيء بغنى للتمتع لكن لي مش عارفين استمتع بالحياة ليه بيخلص فرحنا ليه بينتهي فرحنا بانتهاء الاشياء اللي احنا بنفرح من اجلها النهاردة هنتكلم عن الموضوع دوت النهاردة يسعدني ويشرفني يكون معايا القصة يا سام حداد راعي كنيسة الاولى بنورتريج اهلا بيك يا حد الأسيس اهلا بيك يا اخت ليلى مبسوطين تكون معنا جدا ساديني وانا كتير مبسوط كمان وكل عام انت بألف خير كل سنة وحدة تكتر اخذنا المشاهدين نعيد عليكم نقولكم كل سنة وانتوا طيبين كل عام انتوا بألف خير ورب عيدوا عليكم بالصحة والسلامة في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع النهاردة بنتكلم على اوبشركم بفرح عظيم الانسان من قديم الزمن بيحب يجيب لنفسه حاجات عشان يمكن يفرح الانسان اخترع حاجات كتيرة قوي قوي طلع بالصاروخ للأمر وطلع الفضاء جاب عمل اخترع الطيارة والسيارة واخترع وجاب حاجات كتيرة قوي كل ده علشان يخلي مستوى المعيشة بتاعه افضل طمعا في فرح طمعا في اكتفاء طمعا في رضا طمعا في سعادة اكتر لكن احنا بنشوف في دول مستوى المعيشة بتاعها مرتفع جدا جدا لكن الاسف اعلى معدل الانتحار فيها هل الفرح بيجي من بره لجوه ولا بينبع من الداخل؟ هو الفرح اللي بيجي من بره لجوه فرح مؤقت قيمته محدودة ووقته محدود ففرح هو مؤقت وهو ايضا فرح مستعار مستعار لكن الفرح الحقيقي هو الفرح اللي بينبع من القلب الفرح اللي بينبع من القلب اذا مش اننا يكون عندي مستوى معيشة اكتر ولا اننا يكون عندي احدث موديل عربية ولا احدث موبايل ولا احدث شقة ولا اشيك حاجة مش هو ده مش الشهرة ولا الجميل انت عارف اسألي الاطفال اللي كانوا يطلبوا عندهم طلبات كتير هدايا الميلاد بعد ما حصلوا على الاشياء اللي هم طلبوها هل يترى فرحهم زاد ولا زي ما رجع زي ما كانوا اول بتلاقي انه لما نحصل على الشيء بعد ما نكون فقدنا لفترة طويلة مش موجود عنا بعد ما نحصل عليه نفقد لهفة الامتلاك يا ده حقيقي ايو لانه الفرح خارجي لاجي الامور خارجية تصوري اول ما اخدتي البيت اول ما اشتريتي بيتي كنت كتير فرحانة فيه لكن بعد ما امتلكتي ما عندكش نفس الفرح حتى ممكن بعد سنوات بتقول في نفسك يا ريد لو اني ابيع البيت ولاقي بيت تاني افضل اه فبعد ما نمتلك الامور منلاحظ انه اللي امتلكنا ما سببش الفرح الدائم ما اعطناش الفرح الدائم فاحنا محتاجين فرح ما يداخل ده حقيقي ده حقيقي واحنا دلوقتي في موسم جميل جدا اعياد الميلاد وراس السنة الميلادية وبنحتفل كلنا مع العائلة ومع الاصدقاء والاحباء موسم فرح ممكن نقول بنفرح طبعا لكن عايز اقول حاجة انه في الاوقات ديت الملايكة جم وبشروا الرعاة في لوقة اتنين عشرة وبشروهم بايه ده عنوان حلقتنا وبشركم ايه البشرى اللي حاليك عايز تتكلم عليها النهار تعرف كتير بيركزوا على المجوس وبركزوا على الهدايا اللي قدموها وبركزوا على المذود وبركزوا على الظروف اللي كانت تحيد في ذاك الوقت لكن مش منركز على هذا الفرح الملايكة لما يجوا يبشروا الرعاة بشروهم بشيء غريب من نوع يعني ما بشروهم بولود بميلاد ملك ما بشروهم بأحداث عظيمة ما بشروهم بغضب الله ما بشروهم بنبوات غريبة من نوع لكن أعطوهم شيء مميز لما ظهروا أنه أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب مش بس لكم انتو أيها الرعاة لكن هذا الفرح يعوم جميع سكان أرشاليم حقيقة الأمر هذا الفرح يا عم الجنس البشري ما هو هذا الفرح أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص أنه هو المسيح أرم فالفرح اللي بشر الرعاة فيه أنه المخلص ولد طب شمعنا أنت بشرت الرعاة ليه ما بشرتش المجوس هو الله بتعامل مع كل طبقة بحسب مفهومها وبحسب إدراكها مرات كتير رب بتعامل معنا نحن يعني بتعامل معي بطريقة مختلفة عن بتعامل فيها مع ابن الصغير فبعملنا بحسب استيعابنا بحسب مفهونا بحسب مستوانا الفكري والعقلي يعني حقيقة عايز تقول أنه دا لجميع الشعب آه يمكن ربنا بيتعامل بطرق مختلفة معنا لكن الفرح دا لجميع الشعب لأنه النقطة دي مهمة لأنه ساعات بنشوف ناس يقولك دا ويش وسميلي فيس يعني طول الوقت بيبتسم يعني هو دا طبيعته كده واحد تاني هو طول الوقت مكشر يعني يعني عايزة أشوف الفرق هل في ناس بطبيعتها فرحانة ولا الناس اللي وشها بيتحك أحيانا قلبهم بيبكي إيه رأيك لابد منه في بعض المجتمعات بتلاقي الناس بتضحك من دون أي سبب لكن تعودت وتعلمت على الابتسامة وإحنا بنعرف يعني حتى طبيا العضلات المستخدمة في الابتسامة أقل بكثير من العضلات المستخدمة في التكشير 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 يه دحي دحي تبذي لمجهود أكتر حتى تكشف بعدين الوجه اللي بيضحك دائما بتلاقي فيه في داخله فيه سلام حتى يعني حتى لو كانت عادة لسه فيها سلام عرفتي وبفتح البسمة بتفتح أمامك أبواب كثيرة لكن النقطة المهمة في هذه الآية أنا أبشركم بفرح مش فرح عادي لكن الفرح هو فرح عظيم لمين للكل فذاك الوقت لا تنسي أنه كان اليهود تحت حكم الرومان فموجودين في مكان الرومان مسيطرين عليهم والرومان عاملين كنترول والرومان منعينهم يعملوا أمور وبدفعوهم الجزية لحتى لما الرب يسوأل من سخرك ميل امشي معه ميلين كان عم بتكلم عن الجند الروماني لأنه من حق الجند الروماني أن يحمل أي مواطن يهودي أمتعته ورداءه وأسلحته وخليه يحمله يا مسافة ميل فيقول انسخرك ميل امشي معه ميلين يعني بمعنى آخر لازم تطاوع ولازم تخضع للحكومات فتعبوا من الخضوع وتعبوا من الرومان فلما يجعي يبشرهم أنا ببشركم فيه هناك فرح عظيم يكون لجميع الشعب والكآب اللي انتو فيها الكآب اللي انتو فيها والحزن اللي انتو فيه والمشاكل اللي انتو فيها والفشل واليأس ووي 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 كل هذه المشاعر السلبية اللي انتو فيها أنا جبتلكم أنا ببشركم في هناك حل لهذه المشاكل هو المسيح الراب يا إذا هو فرح عظيم وعايزة أقول انه الفرح ما يتقال عليه عظيم ده معناه انه مش من أي حاجة على الأرض مش من أشياء مؤقتة مش من حاجات بتزول أسباب معينة بتخليني أفرح وبعد كده هو الموضوع يخلص لو أنا كنت فرحانة علشانه وينتهي فالفرح ينتهي معاه إذن هو فرح عظيم ولجميع الشعب دي نقطة مهمة كمان قوي لأنه أحيانا بنشوف ناس بتفرح وبيتحكوا قوي قوي فتسألوا أنت بتتحك ليه قوي كده النهاردة يقول لك ده من غلبي أنا وشي بيتحكوا جوايا متألم وباكي وموجوع جدا من جوا أنا بعمل ماسك للبين للألم اللي أنا فيه بلبس ماسك أن أنا فرحان مش كل اللي بيتحك هو فرحان كلام سليم مية بالمية بسأولك شيء كتير مهم فرح الخلاص يختلف عن أي فرح آخر إذن البشرة بالفرح كانت بسبب الخلاص حالك طبعا طبعا ما هو ربط الفرح بمجيء المخلص مجيء المخلص ليه حتى يخلصهم لأن الشعب الجالس في الظلمة أبصرة نورا عظيما الجلسون في أرض للموت أشرق عليهم نور نور خلاص من إيه يعني كلمة الخلاص دي كلمة عامة كبيرة قوي معنى كبير عايزين نخش أكتر في موضوع ده يعني إيه فرح الخلاص ولد لكم مخلص ده في لوقة اتنين حداشر ولد لكم مخلص هو المسيح والرب وفي آية كمان بتقول يدوانا اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه عايزين نعرف يخلصهم منين من الرومان يخلصهم من الألم متعب من إيه بالزرق هو يهود الاسخاريوتي كان يفكر أنه ملك ياخد مكان الرومان ويحررهم من حكم الرومان لكن الخلاص هو مش من الرومان هو الخلاص من عبد أقوى جدا من سيد أقوى جدا من الرومان من متصلة أقوى جدا من الرومان اللي هو سلطة وسلطان الخطية في حياتهم انت عارف الخطية قوية جدا الشخص اللي عايش في الخطية ما يقدرش يخلص نفسه الوحيد اللي يقدر يخلصه هو الرب يسوع المسيح الشخص اللي عايش في الإدمان ما يقدرش يحرر نفسه أياما في ناس مدمنة في أمور كثيرة مش بس المخدرات أنواء مختلفة من الأمور اللي ممكن يدمنوا عليها الكحول التدخين العادات السيئة العادات البطالة محبة المال القمار هذه أمور ممكن إنسان يدمن عليها وصعب أنه يحرر نفسه منها لو سألت شخص مدمن على الكحول وقال له لازم يتحرر نفسك من شرب الكحول لو عادت من الصبح للمسا ما تقول له لازم تبطل شرب الكحول مش هيرد عليك لأنه مدمن مقيد عب بالزبط والسلطان الخطية قوي حتى مهما الناس اخترعوا نظريات وعلاجات وأيدوليجيات كتير لكن محدش يقدر يوصل أنه يحرر شخص من عبودية مرة هو عبودية الخطيئة لسه محدش يقدر يعمل الوحيد اللي يقدر يعمل هذا العمل هو رب المجد أعطانا هذا السلطان فمنصلي مع الناس الشخص اللي محتاج إلى تحرير منصلي معه بس انتبه انه احنا مش منصلي باسمنا لكن مستخدمين اي اسم اسم الرب يسوع المسيح الرب عطى تلميذ السلطان قالهم هنا اعطيكم السلطان ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء في مرقز اخر اصحاح لهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين في اسمي الرب يسوع علمنا اعطانا اعطانا المفتاح مهما سألتم من الاب باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالابن عنا السلطان لكن في اسم الرب يسوع المسيح لهذا السبب اشعياء قال ويدعى اسمه عجيبا الصح 9 من 0 اشعياء بقول يدعى اسمه عجيبا فالانساء ما يقدرش يحرر نفسه فالفرح العظيم انه واخيرا لما بقولنا لما جاء ملء الزمان يعني واخيرا وصل المخلص واخيرا افتقد الله شعبه واخيرا اخلى نفسه واخذ صورة البشر واخيرا نزل الى ارضنا واخيرا الكلمة صار جسدا وحلى بيننا فهذا هو الفرح العظيم اللي منفرح فيه الاحداث اللي بتحصل معنا الاحداث السارة اللي بتحصل معنا منفرح فيها لكن فرحنا فيها وقتي ممكن في المستقبل ننظر لوراء ونبتسم انه حصل شيء رائع في الوقت الفلاني بفتكر لما بنتي ولدت كنت كتير مبسوط والبنت التاني لما ولدت برضو كنت كتير مبسوط لكن لما ولد ابني بعد بنات انتين كنت اكتر بكتير مبسوط بس هل يا ترى الفرح اللي فرحته لما ولد ابني لسه موجود عندي اليوم طبعا لا لكن اكيد انت مبسوط انه موجود في حياتك طبعا بكل تأكيد بس هل هو نفس الفرح اللي فديكت اللحظة لا ليه لانه لمعانه بهت بامر واقع خلاص يعني ده موجود خلاص لكن الان بفرح الخلاص انا كل يوم انا بفرح في خلاص في الرب انا فرحان انه الرب خلصني وغيرني وكتب اسمي في سفر الحال انا ملحظتش احمل خطايا لناس عملتها يعني عمر 16 سنة ونص تقريبا ورأسا الرب نشالني ورأسا خلص نفسي واختبرت الخلاص ومعمودية الروح القدس وكل the whole package ومعمودية المي فبس الفرح اللي في داخلي كان فرح غير عادي وما زال هذا الفرح موجود يتجدد كل يوم طب انا اقول لي كده يا حضر الأسيس انا الوقتي بسمع حضرتك وانا عندي خطايا كتير انا مقيد بالزنوب والخطايا وعندي إبليس طول الوقت بيزليني بالخطية اللي انا بعملها وتعبان وتعبت ناس كتيرة جدا في السوشيال ميديا يبعتون لي يقول لي انا تعبت من نفسي انا كريهت نفسي كمان عايز اقولك انا بفكر في الانتحار الناس فعلا تعبت لانه اصعب زنبه واصعب تقل هو تقل الخطيئة اقدر اعمل ايه هل ليه خلاص المخلص دا جيه عشاني انا ولا علشان حضرتك بس ويمكن مجموعة من المؤمنين شوفي الشخص اللي بتيجي عنده فكرة الانتحار هذا الشخص فيه على حياته دعوة الرب داعي وعدو الخير بحاول ينهي حياته داعي للحياة داعي للخدمة لخدمة الله داعي لحياة انتصار داعي لحياة فرح لحياة الاستخدام داعي لك اليوم في اسم الرب يسوع المسيح اذا بترودك هذه الافكار افكار الانتحار تأكد تمام فيه هناك دعوة على حياتك وعدو الخير بحاول يلغي هذه الدعوة انه يبث في داخلك الشعور بالرغبة في انك تنهي حياتك لما تنهي حياتك ابليس هو اللي بفوز ولكن لما ترجع للرب وتلتجع الى الله حياتك بتتغير هذا الشعور كليا يفارقك والمشاكل انت تفكرها مشاكل مش ممكن تنحل الرب حلها في لحظة حياتك تنقل برأسنا على عقب وبتلاقي نفسك مستخدم من الله افراح الروح القدس في قلبك وسلام الله اللي بفوك كل عقل يتملك قلبك وكيانك ليه لانك انت التجأت الى الرب في ارمية يقول تطلبونني فتجدونني يتطلبونني بكل قلبكم فكلمة يعني كلمة مهمة لكل شخص بفكر بفكر الانتحار اسرف هذا الفكر لان هذا الفكر من الشيطان الكتاب يقول لا تقتل فانت لما بتنتحر تقتل نفسك نهاية القتل هو العذاب الابدي فما تسمعش لهذا الصوت كليا ارفض هذا الصوت في شخص سمعت عنه ان انتحر تعرفت على افراد عائلته بس تعرفت عليهم انا ام سورة سيدس يعني في وقت متأخر وقلت لهم يا ريت لو عرفته من قبل ما ينتحر كنت حكيت معه كنت صليت معه كنت عملت شيء حتى ما خلوش ينتحر لانه ضحك عليه عدو الخير ده حقيقي لانه ذكا كان قتالا للناس منذ البدء منذ البدء لكن المسيح قال قد أتيتوا لتكون لهم حياة وليكون لهم وليكون لهم أفضل أفضل هذا هو الفرح العظيم ان يكون لنا حياة أفضل يقول في انجيل يحنى لصح الأول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة فهذا الفرح العظيم هو فرح الخلاص فلكل شخص اليوم يشاهدنا هذه البشارة البشر فيها الرعاة الملأك بشر الرعاة قالهم أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للكل أنا أولد لكم اليوم في مدينة داود مخلصا هو المسيح الرب هذه البشارة إلك أنت أنت اللي بتشاهدنا هذه البشارة حتى تغير حياتك والرب يقول لك الكآب اللي في داخلك أنا اليوم ببشرك بفرح عظيم ما اختبرته من أول وهذا الفرح مش بس حادثة مش بس مرة وحدة لكن هذا الفرح مستمر في حياتك وكمان شوية رح نعرف كيف بستمر هذا الفرح لكن بحصل تغيير والكآب اللي أنت عايش فيها رب ينشي لك منها ويستبدل الكآب بفرح لأنه حيث روح الرب هناك حرية لما الرب يسكن في قلبك بعطيك الحرية لما الرب يسكن في قلبك بالروح القدس بيغير الأفكار السلبية اللي عندك وبينتشلك من روح الكآب والإحباط النفسي فلهذا السبب البشارة اليوم إليك أنت اللي بتشاهدنا إنه رب بشرك بقولك إليك عندي بشارة عظيمة المسيح ولد لأجلك حاللويا لكن أنا تلوقتي سمع حضرتك ونفسي أعمل ده أعمل كده إزاي إزاي المسيح يخش قلبي يعني هل فيه كلمات بقولها يعني إيه رأيك فيه صلاة بصليها إزاي المسيح يخش شعل الحلو في الرب يسوع أختي ليدي إنه بسيط لكن عميق بسيط كل البساطة وكلمة الرب بسيطة كل البساطة كلام الرب كتير بسيط كلام الرب مش صعب أبدا احملوا نيري حملي هين نيري خفيف تعلموا مني لأن المتواضع المتواضع الرب يسوع متواضع بكل بساطة كان يتكلم مع التلاميذ بكلام يعني اللي في المدرسة بالصف الثالث والرابع بفهموه إذا مش بالصف الأول فكيف أقدر أحصل على هذا الفرح تحصل على هذا الفرح هذا الفرح مربوط في الرب يسوع المكان اللي بيولد فيه الرب يسوع بسبب فرح فين وجد الرب يسوع فيه فرح راح على بيت مريم ومرثة أخوهم ميت أقام أخوهم من الموت وحصل فرح عظيم في الشعب فالمكان اللي بيوجد فيه الرب يسوع فيه فرح أرمى الاثنين راح يتدفن ابنها يطلقى موكب الحي مع موكب الميت والرب يسوع يقيم الميت من الأموات يردله الحياة وشوف الفرح اللي حصل في قرية ناين شوف والدته لهذا الشاب قدي كانت فرحانة فحيث روح الرب هناك حرية هناك تحرير من الخطيئة تحرير من النكد من اليأس من البؤس من حياة البؤس من حياة الكآبة من حياة الإحباط النفسي وصغر النفس لازم الرب يدخل إلى القلب ولما يدخل الرب إلى قلبك إلى قلبك لما يدخل الرب بيغير بيحصل تغيير بيولد ولادة شديدة المرأة السامرية لما اتعامل معها الرب يسوع وكشف لها عن وضحها وفتكرت أنه قليل من الناس بتعرف عنها لكن الرب حكى كل شيء عنها وقالت له أرى أنك نبي فبعد البشارة بعد ما الرب اتعامل معها وطيب خاطرها راح تتبشر في كل البلد تقول هل منظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت لما دخل الرب يسوع إلى القلب يغير القلب يغير الكيان مريم المجدلية اللي كانت زانية جدا كانت ومشهورة ومعروفة وكل عارفها الرب أخرج منها سبع شياطين الرب حرارها تحرير يعني غير عادي وعمل منها قديسة فكانت من أوائل الناس اللي جاءوا إلى القبر في فجر الأحد ليه بسبب محبتها لرب لما الرب يدخل للقلب يحرر القلب تحب حضرتك يا حد الأسيس تقود نفسها صغيرة وبسيطة طبعا لو حبيت الرب يسوع يدخل إلى قلبك اليوم يسكن في القلب يغير القلب يغفر الخطايا إحنا على أبواب السنة الجديدة من محبة الرب أعطانا نعمة البدايات الجديدة أعطانا الفصول الأربعة أعطانا المواسم أعطانا الأعياد وإحنا على أبواب عام جديد أنا مش عارف اللي أمامي مش عارف السنة الجديدة حيكون شكلها زي سنة الـ 2015 أو مختلف لكن أثق في الرب والرب اليوم بيعطينا فرصة حتى نطلب وجهه بعطينا فرصة ننتوب ونرجع عن خطيانا نطلب الغفران ويفتح معانا صفحة جديدة أروع شيء في حياة الإنسان أنه الله من سماء العرش يفتح معك صفحة جديدة اليوم الرب أعطيك هذه الفرصة بقولك أنا بفتح أمامك صفحة بيضة كل الماضي أغفر لك يا كل شي عملت في حياتك أنا بسامحك عليه كل خطية ارتكبتة في حياتك أنا بسامحك عليها وأنا بغسلك وبطهرك من كل خطياتك لما بتقبلني بتقمل وبتقبل عملي على عوض الصليم لو حبيت تفتح صفحة جديدة لو حبيت الرب يفتح معاك صفحة جديدة اليوم تعالوا مع بعض انصلي ونطلب الرب في اسم الرب يسوى المسيح احني رأسك معي احني رأسك معي واطلب الرب من كل قلبك غمض عنيك حتى ما تفكر في الأمور اللي حواليك الكتاب يقول اطلب الرب مادام يوجد ادعوه وهو قريب الرب قريب من الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق صلى معي هذا الصلاة يا رب انا انا بتوب اليوم من كل قلبي على كل خطيائي وعلى حياة الماضي سمحني يا رب من كل قلبي يا رب انا بتوب وبرجع لك وبترك خطيائي وبترك عاداتي وشهواتي واطلب منك اتحررني من كل خطيئة وتسكن في قلبي بالروح القدس انا اليوم يا رب بعترف انك انت ضحيت بنفسك على الصليب على شاني مد وفي اليوم التالت قمت وانك حي يا رب اليوم انا بطلب انك تسكن في قلبي من اليوم وتولدني بالروح القدس ولادة جديدة وتفتح معي صفحة جديدة عمر جديد بداية جديدة باسم الرب يسوع المسيح سامحني على كل الماضي عن كل خطيائي وتعدياتي يا رب سامحني على عنادي سامحني على ضياعي سامحني على ادماني يا رب غسلني بدمك الطاهر وطهرني من كل خطيئة واليوم يا رب انا بطلب منك انك تكتب اسمي في سفر الحياة في اسم الرب يسوع المسيح انا بقبلك مخلص شخصي لحياتي من اليوم واشكرك لانك اسمعت صلاة امين يا رب امين امين الانجيل بيقول لي حل المسيح بالايمان في قلوبكم المسيح دلوقتي في قلبك ما تشكش ولا لحظة لو انت طلبت فعلا من كل قلبك المسيح اكيد في قلبك كمل معنا الحلقة عايز اقولك انه قناة الكرمة بتقدم غيزة رائعة لك عشان تكبر في المسيح تبعنا في كل الحلقات في كل البرامج هتلاقي غيزة غير عادي انت دلوقتي تولدت في المسيح محتاج تكبر وتنمو في المسيح وده مش هيكون غير بان انت تكبر وتتم لقلبك بكلمة ربنا وحياتك تتميلي فتكبر وتنمو اكتر واكتر في معرفة الله كل يوم هنستكمل حديثنا الخلاص من الخطيئة ما اروع النظافة والطهارة ما اروع النقاء والبر المسيح بيلبسه لنا السوب البر النظافة ما اروع ان ابليس ما يكونش ليه اي حق في حياتنا ولا اي مكان في بيوتنا ولا مكان في حياة اولادنا ولا مكان في حياتنا احنا امين امين الخلاص من الخطيئة ومن ان ابليس يكون عنده حق في حياتي عايز اقول هل الخلاص بس على المستوى الروح ولا على مستوى النفس لو انا عندي مشاكل نفسية او امراض نفسية او احباطات معينة في حياتي او لو انا مريض هل الله ممكن يشفيني بكل تأكيد اختي بكل تأكيد رب بشفي مش بس الروح لكن بشفي النفس وبشفي ايضا الجسد بشفي الروح بشفي النفس وبشفي ايضا الجسد الذي يشفي كل امراضك ليس فقط انواع الامراض ولكن فئات الامراض ان كانت امراض روحية يشفيها امراض نفسية يشفيها وامراض جسدية ايضا هو الشافي هو الاله الشافي مرات كتير من حاول نصغي لفلسفات ملهاش اي قيمة ملهاش اي اساس من الصحة حسب الكتاب المقدس كلمة الرب هي كلام الرب هو رب الكلام انا من يومين كنا عم بتكلم مع الشبي بقولهم انه اروع شيء في حياة الانسان وامن شيء في حياة الانسان هو السلوك بحسب كلام الله لما نسلك بحسب الكلمة انا في امان انا في سلام لانا ماشي بحسب كلمة الله كل كلمة الله لما صلحتي لما بقولي لا تكذب لما صلحتي ليه لانه الناس تفقد ثقتها فيه لما بقولي لا تسرق لما صلحتي ليه حتى انا ما اسلبش الناس التانين وفقدهم سعادتهم وفي نفس الوقت بولد في داخل الطمع لما بقولي لا تزني ليه لانه انا مش بس بأزي نفسي بأزي الشخص الآخر وبأزي عائلتي بأزي أولادي بأزي المجتمع اللي انا عايش فيه بأزي كنيستي وبهدم زواجي وبهدم بيتي لما رب بقولي المسامحة 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 الآخرين ليه لانه بدون المسامحة رح نفني بعض ده حقيقة بنفني بعض ده حقيقة وعايشين في كآبة وما حدش مبسوط ليه لانه فيش مسامحة فكلام الرب بالنسبة اللي هو عبارة عن دواء بعالش كل مشاكلي فأنا محتاج أني ألتصخ في الرب هلأ الفرح لا يقتصر فقط على فرح الخلاص هلأ أنا خلصت طب وبعد فرح الخلاص هل يستمر نعم بس حتى يستمر فرح الخلاص فيه هناك نقطة أخرى لازم نتعلمها الشكر هل الفرح حضرتك بتقول لي علاقة بالشكر بكل تأكيد الاثنين مربوطين في بعض الاثنين حلقتين مربوطين في بعض ولسه في حلقات تانية مربوطة فيها الفرح الشكر مهم جدا الشكر مش عيد منحتفل فيه في آخر شهر نوفمبر الشكر كل يوم في رسالة تسالونيك الأولى آخر أصح الأصح الأصح الخامس شو محلة كلمة طلبة أنا عايزة أقول حاجة يا حضر أسيس عندي سؤال الفرح بيجيب الشكر ولا الشكر اللي بيجيب الفرح لا الشكر بيجيب الفرح الشكر بيجيب الفرح لاحظة في تسالونيك الأولى أصح خمسة عدد 18 بيقول أشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهاتكم أشكروا في إيه؟ كل شيء في كل شيء مش في بعض الأشياء لكن في كل شيء في كل أمور حياتنا لما نبدأ الشكر بيولد في داخلنا شيء اسمه فرح طب وعكس الشكر مش هو التذمر التذمر وشعب الله عرفنا وعدم الرضا عرفنا شعب الله قعد أربعين سنة في البري وما دخلوا أرض الموعد بسنثناء يشوع وكالب ليه؟ لأنهم ما كانش عندهم حياة الشكر كان تذمر باستمرار بعد ما كنتوا مهانين تحت سلطة فرعون وتشتغلوا 17-18 ساعة في اليوم عبيد مذلولين لفرعون ولأسياد فرعون هلأ لما تحررتوا وطلعتوا وانطلقتوا وعلى وحشك تدخل أرض الموعد ولسه بتتذمروا وبتشتاءوا ترجع وتتاكل البصل والكراث والقطاء أيوة يعني الخضروات معقول عدم الشكر هو التذمر والتذمر مستحيل مستحيل تنمي روحيا ما فيش نمو روحي مع التذمر التذمر بيلغي النمو الروحي التذمر بيلغي النمو الروحي ما فيش نمو روحي مع التذمر أنا عايز أقول حاجة حل الأسيس أنا مش عرفت وفيقني رأي ولا إنه لو أنا متزمر أنا مش بشوف الحاجة الحلوة اللي في إيدي فمش بقدر أشكر عليها أنا بشوف الجانب المظلم بشوف اللي ناقصني بس مش بشوف الخير اللي رب مديهوني البرك اللي رب مديهاني لكن طول الوقت أنا مش عجبني حالي فطول الوقت أنا بركز على زي ما بقولوا نص الكباية الفاضي أنا عندي نص الكباية فاضية بس أنت عندك نص الكباية مليئة فيمكن ده اللي بيمنع الفرح مش قادر أستمتع بالحاجة اللي في إيدي توافقني الرأي أنا بوافقك الرأي أزمات الوفاكت يوم 23 الشهر أخذت الشبيب ونزلنا على الداونتان حتى نوزع بطاطين على الهوملس اللي عايشين في الشارع وشوية أكل أخذنا معنا معلبات وشيء لما شافوا الهوملس اللي هم بايتين على الشارع وشافوا كيف بناموا على الأرض على الكونكريت وشافوا كيف بتغطوا مش في بطنية في نص بطنية بتغطوا يا يسو في عز البرد برد قارس نايمين على الأرض في الشارع في الشارع والشيء المحزن والمؤسف أخت ليديا لما تشوف الفيران بتمشي في الليل في الشارع طب كيف الناس قادر تنام في هالبرد في وسط الفيران لما شافوا اللي شافوه رجعوا وقولوا يا رب أنا أشكرك على البيت اللي أنا فيه يا لما شافوا الناس والجوع اللي عندهم والناس بتطلب بس أكل بس عايزين ياكلوا حتى يسدوا الجوع لما شوفوا النقص اللي عند غيرنا نلاقي اللي عندنا خير وبركة من الرب حلم كبير لناس كتير زي ما تاني ما بتقولك بالزبط ده حلم بالزبط اللي عندي ناس كتير بتحلم يكون عندها فلما أنا أبدأ أفكر بهذا التفكير أبدأ أشكر رب في أخت عنا في الكنيسة متقدمة في السن يعني حتى أمريكية هي بتقول بتقول أنا بالعربة بتقول أنا كتير مكتفية باللي الرب أعطاني إياه مش محتاجة أي شيء تاني وحاسب يعني العرفان بالجميل اتجاه الله متقدمة في السن بتقول مش عارفة كيف أشكر الله صوري لما تمتلق قلوبنا بالشكر للرب هذا الشكر بولد فرح هل ممكن الفرح يولد شكر؟ بكل تأكيد ممكن بس الأساس هو الشكر الشكر هلأ فيه فرح الخلاص حتى يستمر فرح الخلاص يجب أن أبدأ فرح الشكر أنا عايزة أقول حاجة يا حد الأسيس أنه حد كان كاتب حاجة بيقول لو أنت عندك أكل كافي وهدوم بتكتسي بيها وسقف يغطي راسك ومكان للنوم ودي حاجات الأكترية عندهم فأنت أغنى من 75% من سكان العالم بالضبط ولو ما كنتش اختبرت خطر الحرب أو السجن أو جوع أنت على رأس قائمة أكثر من 500 مليون شخص حول العالم إن كنت تعبد بحرية ده أنت عندك بركة لا يمتلكك كثيرين إن أمنت بالربي يسوع مخلصا نلت الحياة الأبدية وأنه مخلصك ذهب ليعد لك مكان فهذه هي الحياة الأبدية اعلم أن الملايين يعتقدون أن الحياة اللي احنا فيها دي بس هي كل شيء في ناس محرومين من الخلاص محرومين من الأكل ومن الشرب ومحرومين من سقف محرومين من الحاجات الأساسية اللي احنا متمتعين بيها بقالنا سنة طويلة عايزة أقول آية لسه دلوقتي قفزت لزهني بتقول يكون عندكم شكر به نخدم الله الشكر بيخدم الله الشكر بيخلينا فرحانين ومبتهجين وعندنا إحساس بالعرفين بالجميل كيف نخدم بالشكر نخدم الرب يعني أثناء العبادة الشكر والتسبيح والذبيحة اللي من قدمها للرب هي ذبيحة الشكر والحمد لأنه صالح ولأنه إلى الأبد رحمته لو فيه في داخلك أي نوع من عدم الامتنان للرب أو عدم الشكر إقرأ مزمور 145 بس مزمور 145 وإحنا عنا 150 مزمور لكن رقم 145 اشكر الرب لأنه صالح لأنه إلى الأبد رحمته رحمته تقولي لي الرب صالح بقال لك الرب صالح يعني داود أيوب قال هو إذا يقتلني فإني أرجوه مش مفهوم كتير في الترجمة العربية في الإنجليزي بتقول يعني لو دبحني لو أتلني هعبده عرفتي فالشكر كتير مهم وبنقصنا كتير الشكر أنا سمعت قصة كتير عجبتني من زمان لابد يمكن سامعيتها أنت رب أرسل ملاكين من فوق من العرش قال له واحد فيهم أعطى كل واحد فيهم سلة قال له أنت بتنزل بتجيب الطلبات وأنت بتنزل بتجيب التشكرات تعال الطلبات خمس دقائق وإنه راجع تعال التشكرات خمس دقائق وإنه راجع بتاع الطلبات بطلب الله بقول له بقول له يا سيد يا سيد ارسل معونة لأنه طلبات كثيرة مش قادرين ما فيش عندنا مكان نحملها ونشيلها أدي في عندنا طلبات لما نكون في اجتماع صلاة انتبهي على الناس اللي بتطلب وانتبهي على الناس اللي بتشكر تلاقي فرق شاسع وفي ناس أول ما بتدى الصلاة يا رب نطلب منك الشيء الفلان والشيء الفلان بس الرب علمنا في الصلاة الربانية في البداية نعمل إيه ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يعني شوف التسبيح والشكر والتعظيم للرب لأنه صالح لأنه إلى الأبد إحنا محتاجين نقدم للرب شكر قلوبنا ده بائح الشكر ده بائح السلامة فيه مفتاح مهم كمان الأسيس أنه ليست عطية بلا للزيادة إلا التي بلا شكر لو أنا عايز العطية اللي في إيدي تزيد وفيها يبقى باركة أنا لازم أشكر بكل تأكيد بكل تأكيد فالشكر بولد في داخلي فرح لأنه بسأل الشخص اللي مثلا عنده اكتئاب طيب بتشكر الرب بقول أشكر الرب على إيه مرة في أخت قالت لي أنت بضلك تقول أشكر 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 على إيه تقول أنت عندك كانسر أقول لأ بتنام في الشارع أقول لأ عمرك يوم ننتج عن أقول لأ أبدا هدومك مقطعة أقول لأ بالعكس أنت شايف تلا عندك عدة أمور لتشكر الرب عليها لكن أنت مش حاس بالبركات الله رب أعطاك إياها يعني الشخص اللي عنده أولاد بتذمر من أولاده في شخص مرات بقول لي أولادي 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 بتقول لأ بتحب الرب يأخذ أولادك منك قال لي لا بدل ما تتذمر على أولادك تعال لنشكر الرب عليهم شخص ثاني أولاده أذكياء أذكياء في المدارس عندهم علامات يعني كاملة وبتذمر من أولاده بتقول لأ تحب يكون أخبياء قال أبدا لا كانت ترخيل ربنا شفت ففي أمور إحنا لازم نشكر الرب عليها ومش حاسين فيها المشكلة نحنا مش حاسين في النعمة اللي نحنا فيها مقيمون ده حقيقي ده حقيقي إذن أول مفتاح زي ما حالكت بتقول الخلاص وتاني مفتاح هو للفرح هو الشكر والخلاص والشكر عايز أقول أنا ممكن أشكر من أجل الخلاص ده ده بداية الحياة مع المسيح إنه لازم يكون قلوبنا كلها عرفان بالجميل اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي مهما قلنا ولا إيه أسيس مهما قلنا في سنة 1980 تقريبا بداية 1981 مرينا على مصر وعملنا جولة مجموعة من كنا مجموعة من رنم ومنخدم فيه مع بعض ومرنا على كنيسة الشرابية في مصر من أروع الكنائس وإيه أحب أن أردت يا ريت الرب يفتح لي باب أرجع على كنيسة الشرابية لما كان فيها السيسي إيميل بوتروس ورنمنا ترنيه مديون القلب يحمدك كنت فاكر لما وصلنا عند العدد اللي بقول أنا اللي بأسوتي صلبتك ربي بإيدي وإنت اللي حبتني لما وصلنا عند كلمة وإنت اللي حبتني يمكن عدوها بجوز يمكن 40 أو 50 مرة وتلاقي الناس امتلقت من الروح القدس يعني امتلاء غير عادي كان ليه لأنه تأملت بهالكلمات يا رب أنت اللي حبيتني أنا صلبتك وإنت اللي حبيتني أنا أهنتك وإنت حبيتني الذي أحبني فتشوفي لما تتأملي في عمل الرب لابد أنك أنت تشكري ولما يمتلق القلب بالشكر يمتلق بالفرح الشكر بولت فرح في داخل الإنسان ده حقيقي بكل تأكيد فرح الخلاص وفرح الشكر أما بشكر بأفرح هل في شيء تاني مرتبط بالفرح؟ بكل تأكيد وهذا شيء أساسي في حياة كل شخص مؤمن ملء الروح القدس ملء الروح القدس يا طرق زي أتملي بالروح القدس فأتملي بالفرح تعرفي يوم الخمسين كانوا جميع مجتمعين معا بنفس واحدة طيب إحنا هلأ عارفين اللي حصل لأنه قرأنا كل شيء لوقة سجل كل شيء فإحنا عنا إدراك بالأمور اللي حصلت لكن عايز أخذك ألفين سنة لورا المسيح مات وقام وصعد إلى السماء قبل ما يصعد قال للتلاميذ أم كثفة أورشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي من الأعالي دحقي وصعد إلى السماء وعادين في العلية كم شخص التلاميذ وكان معهم مريمان حوالي 120 شخص ورسل والقدسة العذراء كانت موجودة معهم المباركة كل الأجيال تطوبها كانت موجودة معهم كانوا في انتظار وكانوا يصلون تعخذ نقرأ الوحي ونشوف حتى نكون دقيقين أعمال الرسل حنتكلم على كنيسة الأولى أيوة في بداية الكنيسة طبعا في بداية الكنيسة الأولى كانوا مجتمعين الرسل والتلاميذ كانوا منتظرين موعد الروح كان الجميع معهم بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلموا بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا وفي ناس تقولك هذا كان بس في بداية الكنيسة أشياء معجزية حصلت بس في بداية الكنيسة حتى الكنيسة تنطلق هو الله فقط هو أمس وإلا أمس واليوم وإلى الأبد إلهنا إله تاريخ هو أمس واليوم وإلى الأبد اللي عملوا قبل ألفين سنة ما زال بيعملوا كل يوم إذا ما عملوا هون بيعملوا في مدينة تانية ما عملوا في هذه القارة في قارة أخرى لكن انسكاب الروح القدس في كل مكان ما تقدرش تغطي الشمس بكفك ما تقدرش تنكر حضور روح الله وعمل روح الله في النفوس من حوالي أسبوعين في اجتماع الشبيب وعملوا اجتماع عنا في البيت انسكاب الروح القدس على الشباب والشابات خمسة أو ستة اتعمدوا بالروح القدس وخليدي مين يقدر يمنع ما حدش يقدر يمنع وننكر هذه المعمودية ما ملء الروح القدس بيعطينا الفرح انت من فين بتجيب الفرح ما فيش مصدر تاني للفرح ملء الروح القدس من تلقائه هو بولد الفرح الدينامو اف جو اما سمر الروح فهو محبة فرح فرح لما نمتلق من الروح القدس بيعطينا الفرح اللي ما دارش نسكت وزي ما الانجل بيقول انه ليس بكيل يعطي الرب الروح بالزبط يعطي الروح الذين يسألونه فلحظي الكل صار يتكلموا بلغاته يتنبؤون بغة الجميع من هالكلام وبعدين في عدد 12 فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا وكان اخرون يستهزئون ويقولون انهم قد امتلقوا السلافة ليه يعني فرح الفرح فرح مش عادي فرح الروح القدس بيعمل شيء في الانسان بيخليه يتنطط من نفسه مش واسع جسده مش واسعه افرح افرح الروح القدس افرح غير عادية يمكن الكتاب بيسميها فرح لا ينطق به ومجيز بالزبط بمعنى ايه فرح لا ينطق به يا احد الاسيسي يا اخت ليديا اه انا متوقع اليوم لما سات الروح القدس بطريقة معجزة امين في اسم المساعدة داود لما جاب تابوت عهد الرب لبيته كان يعمل ايه يا كان بيتباح دبايح و قدي دباح دبايح كتير كل ست خوات الخطوة السابعة كان يتباح مظبوط يا لكن كان يعمل ايه كان يرقص يطفر يا يرقص صح النبي داود كان يرقص امام تابوت عهد الرب هذا رقص روحي من الفرح طبعا من فرح من فرح وانه حضور الرب داخل بيته لان الرب بارك بيت عبيد ادوم الجتي راح داود يجيب تابوت عهد الرب لبيته غار من حضور روح الرب عن بيت عبيد فرح يجيب تابوت عهد الرب لفين لبيت لما روح الرب يملأ بيت بيسكو بفرح وهذا الفرح بعطي قوة بعطي تعزية عندك كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذو نفسي ليه لانه في الشكر حتى لو كثرة الهموم في داخلي انا فرحان بالرم فانا عارف انه في وسط هذه الظروف الصعبة الرب يعطيني فرح غير عادي وبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وجود الرب في حياتي بولد الفرح ملء الروح القدس في حياتي بولد الفرح انا لما امتلئ من روح الله احس حالي بدوس على ريش مش بمشي عادي طيب انت عارفة لما بتكون عليك المسحة ومسحة الروح القدس بتكون على شخص يعني ديكي بتكون نار وبتصلم مع ناس وبتشفى ورب بيطلق مواهب الروح القدس من خلالك كلام علم نبوات انواع ألسنة ترجمة ألسنة شفاءات معجزات ايات وعجائب هذا عمل الروح القدس هي مواهب الروح القدس مواهب بتلقى هذا عمل روح الله لما بيبدأ بيعمل في النفوس وبلمس النفوس وبتلاقي النفوس وتتحرر وده اللي مكتوب عنه مسحكا بدهن الابتهاج اكثر من رفقائك ايوه هو دهن الابتهاج دهن الفرح فرح زي ما كان داود بيقول كأسي رية انه ده له فرح ده له سعادة ده له فرح لا ينطق به مجيد هو ده اللي احنا بنقول عليه انه اما بفتح قلبي لحلول الروح القدس جوايا وده بيكون بازاي عمل ازاي انا ناس كتير بتكتب لي ازاي ناتملي بالروح القدس ازاي عمل ايه ملء الروح القدس اول شي اول شي شوفي لما انا اشرب كباية مي كاسب مي قبل ما ملاها مي لازم انظر اليها في الداخل اشوف لو فيها شيء وسخ ما احطش فيها مي صح? اذا شيء طبيعي ولو مليت فيها شوية مي وطلعت قبل ما تشرب تطلع في المي ولو شفت المي وسخ ما تشربيش من المي صح? لا اكيد حتى انا امتلئ من الروح القدس اول شيء لازم اعمله ان رعيته اثمن في قلبي لا يستمع لي يا رب لو في خطية في الداخل ما ينفعش واحد من الشباب اللي صليت معه كان عنده عدم غفران اتجاه شخص وبيصلي لأجل معمودية الروح القدس مش قادر يقبل معمودية الروح القدس الكل اتعمد مع هذا وعند هنا الرب اللي قال لي هذا الشخص عنده عدم غفران فمسكته لوحده بينه وبينه تقول لي محتاج تغفر للشخص اللي اسائلي لما غفر اخت لي دي بسرعة امتلأ من الروح القدس ده حقي فحتى امتلئ من الروح القدس لازم لازم افض الداخل اطهر الداخل قلبي يكون طهر من اي شيء من اي خطية لو قلبي مش طهر ما ادرش امتلئ من الروح القدس لو في كبرياء ما ادرش امتلئ من الروح القدس لو في تعامل مع حجب السحر فتح في البخت فتح في البنجان اي انواع من الشعوذة اي انواع اي نوع من انواع الشعوذة ما ادرش اتعمد من الروح القدس أي باب لإبليس أي نوع من الخطيئة ضد الكلاكتا ما فيش ملء الروح إذا نجب أتوب عن الخطيئة الأول بكل تأكيد وأطلب الملء أقول يا رب تعالى يا رب املأني وتستغربي كيف الرب املأك في أخت قديسة بعرفة كانت تخدم معي في مدارس الأحد بالسبعينات كنا نخدم أطفال مدارس الأحد وهي ماشي في الشارع راجع على بيتها وروح والرب انسكب عليها وابتدأ انطلقت من الروح القدس فرح 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 غير عادي كان في داخلها ورب عمدها بالروح القدس لوحدها أخت كانت متقدمة في السن برضو كانت تطلب ملء الروح القدس وهي بتغسل موعين في المطبخ بتقول لها رب اغسلني بتقول لها رب اغسلني يا رب طهرني حل عليها الروح القدس غسلها وطهرها والدتي كنا من صلي في مرة من المرات مع شخص لمعمودية الروح القدس واحنا من صلي معها للملء وللمعمودية هي اللي اتعمدت من دون ما حد يحط عيده عليها شباب اتنين مرة دخلوا الكنيسة لأجل المعمودية الروح القدس ملء وفيضان من الروح القدس الاثنين قعدوا جنب بعض اخت ديديا انا بصلي مع واحد التاني اتعمد بالروح القدس من دون ما حط ايده عليه طلب من قلبه طلب من قلبه ايوة مرة كنا في الكنيسة يوم الحد الصبح وفي وسط جو العبادة وشوف لك اخت انطلقت انطلقت من الروح القدس اول مرة بتمتلع بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب انطلقت في قلسة اعمام الرب قوله رب المجل اسمك محدش حط ايده عليها لكن روحك القدس ملاها لما امتلق من الروح لما اسكر بخمر الروح القدس لما امتلق بروح الله بفيض فيه هذه قمة القداسة في حياة الانسان المؤمن عشان كده الكتاب بيقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه القلاعة بل انتلقوا امر بالروح ليه لانه بقدسني روح الله بعمل مني انسان اخر مختلف كليا امين حضر الاسيس عزيزي المشاهدين هنطلع فاصل ومع ترنيمة صغيرة وهنرجعلكم تاني فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرح في فرح على طول في أسوع فرح ويما فيش من تاني دموع فرح ويما فيش من تاني دموع ما فيش دموع كده من تاني ده صح حبيبي اللي شراني دمو الكريم كان عشاني ما فيش دموع ما فيش دموع كده من تاني ده صح حبيبي اللي شراني دمو الكريم كان عشاني ما فيش دموع دموع فرح في فرح على طول في أسوع فرح ويما فيش من تاني دموع فرح فرح على طول في أسوع فرح ويما فيش من تاني دموع فرح ويما فيش من تاني دموع موسيقى 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 لسه عندك الفرصة دي تعال وخليك واحد مننا نصلي ونتشفع في عمل الرب في قناة القرمة وتكون حارس من حراس على الأسوار أشجعك أيوة أشجعك خد نص ساعة في أي يوم وصلي من أجل عمل الرب في قناة القرمة عليك دور صدق وشارك صدق وشارك صدق وشارك نعمل معا من أجل أن نقدم عائلاتنا كاملة صحيحة ونقية للسيد المسيح ربنا وإلهنا صدق وشارك 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 لكن ممكن نغير النتائج ممكن نزرع من جديد نزرع حب بدل كره نزرع حياة بدل قتل نزرع تسامح بدل انتقام نزرع حب هتحصد سلام اهلا بيكو عزانا المشاهدين ورجعنا لكو تاني بعض الفاصل وانوان حلقتنا ابشركم بفرح عظيم بنرحب تاني بحضر الاسيس عصام حدد اهلا بيك حضر الاسيس عللوية مبارك اسم الرب مخصوطين بكون معنا وكنت عايز انبه على عزانا المشاهدين احنا الخطوط مفتوحة لاستقبال مكالماتكم للصلاة معاكم لتعليقاتكم لأي اضافة بنرحب بيكو اهلا وسهلا بيكو بتدائمنا الان ويكون موضوعنا في الفرح من فضلكم اهلا بيك احد الاسيس اهلا بيك اختي كلمنا ان الفرح ادع حاجة بترجع بتنبع من جوة مش حاجة لعلاقة بالظروف الخارجية وتكلمنا ان الفرح ليه علاقة وطيدة بان انا اكون بخلص من خطيتي وبخلص من كل شيء ممكن بيعقني في حياتي مع الرب ايه تاني حاجة كلمنا زي ما كاتل عذرة بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي وكلمنا في تاني حاجة ان الفرح ليه علاقة قوية جدا بالشكر انا ما بشكر انا بفرح وقلبي بيتهلل بالرب الدهوني وكلمنا تالت حاجة على ان الفرح ليه علاقة بالملء بالروح القدس واخر واحدة خالص النقطة الاخيرة كنا بنتكلم انه اما بتملي بالروح القدس حياتي بتفرح زي ما التلاميذ فرحه بالامتلاء بالروح القدس حتى تحب تضيف حاجة عنه علي صبات لما امتلأت بالروح ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها فالروح القدس له علاقة كبيرة هو مسبب الفرح في يوحن السبب هو الذي يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي فرح اللي بينبع في داخلك روح الله فرح غير عادي بيكون وفرح من نوعية مختلفة كليا ولو مهما حصل في العالم ما تفرقش معاك لانك فرحانة في الرب ده حقيقي اه متعزي في الرب فرحانة في الرب فيه ناس بتسأل بتقول جالنا السؤال بيقول فيه ناس بيقول لنا استلم الروح القدس او استلم من الروح القدس هل ده لي علاقة بالميل ولا ايه مفهوم ده هو الاستلام او نقبل من الروح القدس او نستلم من الروح القدس او له علاقة بالايمان بس الموضوع الشيء اللي انت بتستلمه من الروح القدس لازم يكون شيء كتابي يعني كتاب يكون موافق علي بحسب كلمة الله يعني مش اي حاجة اي حد يقول هالي اقول ده من الروح القدس لازم يكون فيه امتحن الكلام هل كتاب موافق بالكتاب المقدس ولا بالزبط اذا كنت بتصلي لاجل شيء يعني فيه ناس مرات بتصلي لاجل ملء استلم الملء بالروح القدس كيف استلم الملء بالروح القدس لازم اعرف اول شيء المبادئ المبدأ الاول انه حتى اطلب الملء ولا يمكن روح الله ينزل ويملأ اناء متسخ لازم اناء يطهر اولا لازم الخطيئة اللي في الداخل تخرج حتى روح الله يسكن فيه لازم اتوب عن كل شيء غلط كل شيء ضد كلمة الله في حياتي حتى اقدر امتلئ من الروح القدس ولن تلقت بالروح القدس اخد بالي ما تفيش الروح طبعا كتاب وصين لا تطفئ الروح ولا تحزنوا الروح لا تحزنوا الروح الله القدس الذي به ختمتم اليوم الفداء بأشياء ابونا لكنهم احزنوا الروح القدسي فتحول لهم عدوا فمعاملتنا مع روح الله بكل شفافية بكل حساسية لانه هو اللي بيعطين الفرح فالاستلام ان استلم من الروح القدس مرتبط ارتباط كامل بالايمان الشيء اللي انا استلمه منه اللي انا باخده منه لما انا اتوب عن خطايا يا رب املأني بالروح القدس بتيجي انت بتقولي استلم الامتلاء كيف بدأ استلم بالايمان انا بامتل استقبل يعني ممكن بالزبط يعني فكرة ان انا استقبل يا عايز اقول انه يمكن بوليس الرسول كان مكانش في العليقة الولية مع التلميذ لكن اتكلم في رسالة فليبي اللي هي كان فيها الام واتعاب جمدة او يتكلم عن الفرح يمكن 16 مرة يمكن اكتر صفر كتب فيه عن الفرح وده علامة لان الامتلاء زي ما حكوتي بتقول له سمر من سمر رحقص عايزين نخش في نقطة تانية هل في شيء تاني اخر مرتبط بالفرح ولا عايز تقول حاجة في النقطة الفرح والامتلاء مربوطين في بعض حلقتين مع بعض زي ما حكينا الشكر هلأ صار في بدارش عمل ثلاث حلقات اخت ليديا اتنين بس في بعض الشكر والفرح والامتلاء حلقة هلأ فيه هناك شيء اخر قبل نقطة دي بقى انا افتكرت سؤال احيانا فيه ناس بتقول لرب يا رب اديني فرح او اديني سلام او اديني محبة هو روح قدس ما بيخش في اعماقي مالي بالروح قدس كل الحاجات دي جوايا ولا حاجة واحدة وحاجتين غلطة خمسة بتكلم بنهاية الاسة بقول واما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام كمان هو بيقول ثمر مش ثمار ليه نقطة دي كمية لانه ثمر واحد لانه هو روح واحد هو روح واحد له عدة جوانب له عدة تأثيرات لكن بولد فرح بنفس الوقت بيعطي سلام بنفس الوقت هذه الامور كلها بتحصل في داخل الانسان بحلول الروح القدس لهالسبب مهم ان نمتلق من الروح القدس يعني فيه ناس بيقول انا صليت صليت بس ما امتلقتنا الروح القدس فيه معطل فيه شيء غلط وما تملي بالروح القدس اقدر افرح زي ما في فليبي واحد اتنوصر بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا لاحظة امر مش اختراح لكن امر معناته انا لازم حتى افرح لازم اعمل ايه بالفداية لازم اكون مخلص لازم ابدأ اشكر لازم ابدأ امتلق بالروح القدس فيه نقطة رابعة لازم اقرأ الكلمة اقرأ كلمة ربنا اهو كتاب المؤدس اذا ما في اعني كلمة طلاب تولد فرق انا لما اقرأ الكلمة قبل ما بدنا الحلقة اليوم اه قرأت شغلة انا متأكد ان روح الرب لفت نظري الها بالسفر دانيال الصح ستة وعدد عشرة بتقول عن عن دانيال خلنا اطلع هذه الاية تفضل قرأت الاية لما قرأت الاية انا اتشجعت جدا و يعني الرب شجعني فيها دانيال ستة بقول فلما علم دانيال بامضاء الكتابة ذهب الى بيته وكواه مفتوحة في علياته نحو ارشاليم شباكه مفتوح نحو ارشاليم جث على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد حمد يعني شكر قدام الهي كما كان يفعل قبل ذلك فالشغل كانت عادي عند دانيال انه يحمد الله انه يشكر الله على الظروف وكان هو في في السبي تصوري في السبي يعني كان اسير كان اسير وليس سبي يشكر الله مهم جدا رائع دانيال ومثل رائع جدا فقراءة الكتاب مهم لانه في قراءة الكتاب لما بقرع عدد بخليني اشكر الرب عليه انتم الذين بقوة الله محرسون يا يسوه انت حرسني هارفتي فبتولد في داخلي فرح ده حقيق زكريا اثنين خمس بقول واما انا يقول سيد رفاكون سور نار من حولها ومشت في وسطها يا رب انت مسيش حوالي يا يا حنستكم الحديث اهلا بيك اخي جورج من لبنان اهلا بيك اهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك اتفضل السيس انا بتشكرك على الحلقة الحلوة هي حقيقة مصدر ان بيجزي روحي رهيب شكرا لك رب يباركك تفضل وحابد حقيقة يعني الي تلتين اليوم منكم حتى تسعفوني اول طلبه هي انه عملية صالة الي انا بعاني من اوجيع راس وفي امراض كتير بجسمي خصوصي اوجيع الراس ودبريشن بدي صالة من فضلك من الاسيس وتاني الشغل بدي صالة تمان الامتلق بالروح النروس اخي جورج انت قبلت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك نعم نعم قبلته لانه من كلامك باين انك انت مؤمن واختبرت الرب في حياتك لكن فعندك بقرة تقريبا يومية بقرة تقريبا يعني بقرة عندي غريح حولي شي خمس دقائق او عشر دقائق اوات بروح ساعة اوات رس ساعة حسب الوقت ما بيعطيني الوقت بمر عليك ايام ما بتقرأ قليل جدا اوكي خلينا نزيد الوقت هذا من خمس دقائق عشر دقائق نعم زيد هذا الوقت في القراءة بتصرف وقت في الصلاة تصرف وقت بالصلاة نعم 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 عندي يومية صلاة تقريبا جميع صلاة حوالي يعني عندي عشر دقائق لربع ساعة او مصد ساعة صلاة حللويا امين امين اخوي خلينا نصلي اخوي جورج يا بان السماوي في اسم الرب يسوع المسيح برفع اخوي جورج امام عرش النعمة اخوي بطلب منك في اسم القدوس الازلي انك تلمس راسه يا سيد الرب وهذا الوجع اللي في الراس يا سيد الرب ترفعو يا رب اذا كان في هناك مسبب اتزيل المسبب يا رب اذا في هناك اي تضيق بالاوردة او بالشريين اللي بتحمل الدم من وإلى الدماغ تعطي توسع يا سيد الرب حتى يا رب ما يكون في هناك اي نوع من الالم باسم الرب يسوع المسيح ان كان في هناك اي شيء في الاعصاب يا رب المسبب انك انت تشفي في اسم الرب يسوع مد يمينك على الراس يا سيد الرب كل الراس والدماغ يا سيد الرب والاعصاب والكهرباء اللي في دماغ في اسم الرب يسوع المسيح والاوعي والشريين الدموية يا رب نصلي انك انت تلمسها باسم الرب يسوع المسيح وتشفي شفاء كامل يا رب من واجع الراس في اسم الرب يسوع نصلي يا رب انك انت تملأوا بالروح القدس نؤمن يا رب ان روحك يا رب بيطرد كل روح اكتئاب يا سيد الرب ولما أنت تسكن في إنسان بروحك القدوس يا سيد الرب روح الحزن والاكتئاب وروح صغر النفس بيخرج في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أنك تملأ بالروح القدس في هذه اللحظة يا رب مكتوب عنك أنك تعطي الروح القدس للذين يسألونه وتعطي الروح القدس للذين يطيعونه في اسم الرب يسوع المسيح املأ عبدك بالروح القدس ملء وفيضان وأنهار روحك القدوس يا رب لأخي جوج في اسم رب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب أمين يا أخي جوج شكرا لك لأجل اتصالك وصدق صدق أنه الرب جاء عليك فعلا بروحه وملاك بروحه ورب يبركك بنكلم على قراءة الكتاب المؤدس قراءة الكتاب المؤدس أنه أنا قارة كلمة ربنا إيه اللي ممكن ألاقيه كلمة ربنا يفرح علاج لكل مشكلة بمر فيها جواب لكل تساؤل بمر في ذهني ولما أخذ العلاج بولد في داخلي فرح كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف دوح الدين لما أنا أرى بالك كلمة الله أنت عارف أنه الكلمة كل الكتاب موحى به من الله فالكلمة لما كتبت كتبت بوحي الروح القدس كتبت تحت المسحة لما أنا أقرأ الكلمة هذه المسحة تفعل مرة تانية فبتلمس نفسي بتلمس روحي بتلمس قلبي ومشاعري وجسدي يا ما في ناس شفوا بمجرد قراءة الكتاب المقدس يا ما في ناس ولدي ولادة جديدة بس عن طريق قراءة الكتاب المقدس قراءة الكتاب كتير مهمة كتير مهمة في أي وقت مهم يعني أنا دلوقتي لو أنا يعني ناس كتير تقولك كتاب مؤدس مش بفهمه أوي فأنا بقرأ كتب بديلة غلط اليوم على فكرة جاني نفس السؤال في وقت بعطت لي رسالة بتقول أنا بقرأ في روايات قلت لها الروايات لا بتاخدك ولا بتوديكي ولا بتفيدك ولا بتعملك أي شيء روحي أفضل شيء تقرأ الكتاب المقدس غذاء الروح والنفس لو أنا مش بفهم يا حضر الأسيس يعني في ناس كتير بتقول أنا مش بفهم أعمل إيه في هناك معطلات لفهم الكتاب المقدس إذا مش مولود ولادة جديدة صعب أن نفهم الكتاب المقدس لازم يولد من جديد إذا مولود من جديد ومش بقدر يفهم الكتاب المقدس يبدأ تليس في إنجيل يوحنى بسيط جدا يقرأ إنجيل ويطلب استنارة الروح القدس يعني مهمة أوي أطلب لو أنا مش فهم شقة في الكتاب أقول خلاص أنا صعب اللغة دي علي ولا الكلام ده مش بفهمه لكن أطلب شوفي أخت ليديا عدو الخير دائما بيحاول يمنع استعابنا لكلمة الله إذا أنا بقرأ آخر نهار طب أنا مر علي نهار طويل مشاكل كتير فيه ما عنديش الصبر إن أقعد أفهم شيء أنا بس محتاج إني حضر رأسي على المخد وأنام فلما أجي أرى كلمة الله بآخر الليل أنا ما عنديش الاستعداد أني أفهم فأنا خسرت قراءة الكتاب المقدس لازم تكون المبكرون لي يجدونني لازم بالصبح قبل أنزل الشهر أقرأ كلمة الله أتمكن من كلمة الله أتأمل في كلمة الله أخذ فرصة في الصلاة وبعدين أنطلق على عملي إذا ما يبقاش بالليل وناس كتير تقول أنا بنعة سما بقرأ كتاب المقدس ويفصر لك الكلام اللي مكتوب لهو رح قدس طبعاً أمين أمين بس ما تتصوريش أدي مهمة كلمة الله زي ما أرمية كان قال 15-16 أرمية 15-16 وجد كلامك حلو فأكلته فكان كلامك لي للفرح بكل تأكيد وبقولنا في سبيل المثال بولا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ لي هلأ مش بس قراءة الكتاب فيه هناك نقطة أخيرة ومهمة جداً مختليدي اللي هي البشارة عمل التبشير عمل المبشر زي ما مكتوب أعمل عمل المبشر هو الرب يسوع وكل الوكالة العظمى الإرسالية العظمى اذهبوا إلى العالم أجمعوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها أنا بفتكر سنة 75 بجوز أول إيماني رحت زرت صديق إلي وأخوه كان مش مؤمن هو كان مؤمن لكن أخوه كان مش مؤمن ولما في نهاية الزيارة أخوه قال لي ممكن أكلمه كنت له فأخذني على الجنب بدي أكلم قال لي أنا بتمنى يكون عندي الفرح اللي عندك قلت له نعم قال لي أنا بتمنى يكون عندي الفرح اللي عندك قلت له حتى تحصل على الفرح اللي عندي أنت بتحتاج أن الرب يسوع يسكن في قلبك يدخل لقلبك تحب نصلي اللي منصلي وإحنا وقفين في الشارع صليت معه طلب أن الرب يسوع يسكن في قلبه النقطة اللي حابك بتقولها دي مهمة قوي لأنه أحيانا بنفتكر أنه منظهرنا التكسيرة بتاعتنا والجدية بتاعتنا والمنظر أنه هو أن أنا أكون أخذ طريقة جدية شوية في حياتي وكذا هو دي حاجة بتنجد ربنا لكن حاجة بتقوله أنه شخص لقي فيه فرح وأنت مبتسم وعندك فرح حقيقي فطلب يعرف الرب لأنه الإله بتاعك ده بيفرح بالضبط إلهنا مش إله نكد أخت ليديا إلهنا مش إله نكد إلهنا إله فرح ده أكيد معنا تصالي حالة الأسيس أهلا بيك يا بنت الرب من كندا أهلا بيك تفضلي مساء النور أهلا بيك كل سنة وأنت طيبة وحضرتك طيبة بكل صحة وسلامة أنا بس كان ليا سؤال للأسيس تفضلي أختي حضرتك تتكلم على الفرح أنا مؤمنة بألي سنين واختبرت الروح الكدس واختبرت الملك واختبرت الفرح نعم وحاجات حلوة يعني بس حصل من فترة حوالي خمس سنين كده كان فيه شوات مشاكل مع حد والمشاكل ديت كان فيها جروح بكلام وحاجات كده مش كويسة المهم فضيت خلتني مقفولة خلتني مقفولة وكل ما بحاول أنه أنا أخفر وبصلي أنه ربنا ديني قوة أنه أخفر بس بحس أنه كل ما بقابل مع الشخص ببقى مش قادرة وبترجع تاني الزكريات والكلام يريني تاني في دماغي فسدف أفقدني فرحي فقدني شهيتي للإرادة بالرغم أنه كنت بقعد وبقى كثير في الإنجيل وليه عادات كويسة بقيت القعدة جفة بقيت معظم من الوقت بقيت حاسة أنه بدور أنه إزاي كنت في رد على الموضع يعني في الآخر حاسة أنه في النازل وعايز أرجع تاني للفرح والسلام اللي تفقد والحاجة دي كلها وبقى لي فترة بصراحة بصلي من أجل كده لكن مش لقي ده مش لقي ده وده فرق معي قوي فرق معي قوي أنه أنه أفقد روح الفرح الروح الكودس وفرح والإيمان والسلام كل ده مؤثر فيه قوي وفارق عمللوية أحب أقولك شيء وضعك عادي جدا وضعك كتير من الناس بيمر فيه بس بنفس الوقت مش صعب أبدا بس انتبهي للكلام اللي أقولك عدو الخير بحاول يعمل موضوع المصالحة أنه شيء مستحيل وبيظل يحط لك الجرح اللي سببوه مستحيل يشفى أكي وروح الله بقولك بسهولة بسهل الوضع عدم الغفران اللي في داخلك اتجاه الأشخاص اللي سببوا الأزية بيسرق منك هذا الفرح هو اللي سرق الفرح فأنا باقترح أنه حاولي دخلي شخص ثالث بينكم سامحي هذا الشخص اللي أساء وحاولي دخل شخص مسيحي مؤمن مملوء من الروح القدس عارف الوضع حتى يصلح الوضع وإنهي المشكلة بإسم الرب يسوى المسيح ناو مهم جدا أن نطلب بين الرب أنه يشفينا أول قبل ما نسامح عفر عفر فيه فرق بين أخفر وفرق أنه الله يشفي جرحي فيه أحيانا الناس بتخفر لكن هي موجوعة لسه أنا ذالي بحاول أعمله بحاول أصلي من أجل أنه يا رب أنا عايزة أخفر سعلا أنا مش عايزة أكمل في الوضع قبل ما أبدأ في موضوع الغفران أنا أصلي بقول لي يا رب إشفيني إشفي جرح اللي سبب هذا الشخص في داخلي مش أخفر إشفيني الخطوة الأولى اكتبيها على وراء يا رب إشفيني من الجرح اللي سبب هذا الشخص وروح الله لأنك أمينة معه وعايزة تعملي اللي بيرضيه بشفيك ولما يشفيك يروح الرب وتحسي في شفاء الرب في داخلك من الجرح اللي سبب هذا الشخص ساعتها تقترب من الشخص الأساء إليك وتتصالحي معه وبتغفري له بس من المهم قولي له يا رب أول شي إشفيني النقطة الثانية لقي الشخص المملوء من الروح القدس اللي يقدر يوصلكم في بعض أو تتواصله مع بعض أو إذا قدرتي أنت تتواصلي مع هذا الشخص بطريقة أو بأخرى بيكون رائع بتواصل بس مش ببقى مرتاح مش ببقى مرتاح ببقى حاسم بقول أنه مش قادرة مش قادرة أكمل العلاقة مش قادرة فإذا نفتح الموضوع ما هو أنت مش قادرة لأنه بعدك مجروحة لما الرب بيشفيك بتصيري قادرة صار معي نفس الظرف أختي أنا مش بقول لك كلام نظري أنا بقول لك كلام عملي صار معي نفس الظرف مع خادم من الخدام ومش عربي طبعا يعني ما قدرش أقول التفاصيل لكن نفس نفس الموقف ولما قلت له قلت له يا رب أنا سمحته سمحته لكن لسه في داخلي لما سمع سيرته أو اسمه نار بتقيد في داخلي قال له يا رب أنت محتاج شفاء فقلت له يا رب شفيني لما الرب شفاني شفته بعدها بفترة وسلمت عليه عادي وهو استغربني أنا بسلم عليه فالموضوع مش صعب أبدا بس أنت محتاجه لشفاء من الرب قلت له يا رب شفيني والموضوع كله يا رب بصلي باسمه الرب يسوع المسيح أنك اتمد يمينك يا رب على بنتك اليوم اللي اتصلت الآن يا رب وصلي يا رب أنك تشفي قلبها من الجرح يا رب اللي سببه هذا الشخص في اسمه الرب يسوع اسكب بلسان الروح القدس على قلبها وشفيها وبرقها إبراء كامل حتى تقدر تسامح هذا الشخص في اسمه الرب يسوع أمين أمين بنشكرك يا بنت الرب لأجل اتصالك وصدقي أن الرب قادر يشفي كل جرح الزمن والناس والظروف عملوه في حياتك ربي بركك نستكمل حديثنا حل الأسيس الفرح وعلقته بالبشارة حاجة بتقول أنه النهاردة حلقتنا بتقول أبشركم بفرح عظيم وعلقت الفرح بالبشارة والكرازة مرتبطين ارتباط كامل برضو حلقة تانية مع الفرح الكرازة أو البشارة لما أنا ببشر شخص بصير في داخلي في فرح أنا لما صلت مع هذا الشب حتى قبل الرب يسوع أنا كان في داخلي فرح هو طبعا فرحه أكتر مني لأنه هو فرح الخلاص فرح الخلاص هو أعظم فرح دا حقيقة دا حقيقة طبعا بتذكر الأخت يولا مدور عندها ترنيمة بتقول أعد علي اسمه بتقول واحدة صينية في الصين سمعت للمبشر بتكلم عن الراب عن الرب يسوع دي عانى الرب يسوع وقبلة الرب يسوع مخلص شخص لحياته في نهاية النهار نسيت اسمه الرب يسوع فرجعت على المبشر بتقول له أعد علي اسمه عيد لي اسمه أنا نسيت اسمه على اسمه يسوع اسمه يسوع يسوع ففرح الخلاص لما أنا لما منقود نفس للمسيح احنا مش بس منقود نفس وحده النفس اللي بنقودها للمسيح أهل بيت كلهم بيجوا للمسيح الأب الأم الأخوة الأخوات الأولاد الأبناء الأرايب الأصدقاء المعارف انت بتغيري مش بس هذه النفسة بتغيري عائلة كاملة بتجيبيها للمسيح وبتغيري أبديتهم أخت ليديا بتغيري أبديتهم تقولي أفضل خدمة عندك أنا بقولك أفضل خدمة عندي أن أصلي مع ناس تقبل للرب يسوع في حياتها وهذا أربع شيء أنا بفرح فيه لما شخص بتصل بفتكر في قبل فترة في شخص اتصل من الخليج وطلب أن يعرف الرب وصلينا معاه أنا فرحت فرح غير عادي أنا كنت ببكي يوميا وكل الأخوة اللي كانوا معنا على البانيل كانوا بيبكوا والناس اللي الأخوة اللي على التليفونات كانت بتبكي هو نفسه بقول أنا حاس حمل ونزاح عن ظهري وحاس نار من رأسي إلى رجلي فرح الخلاص ويمكن دا اللي بيوصفه لؤة في إسحاح 15 بيتكلم على الدرهم المفقول والخروف الضال والابن الضال كل دول مكتوب كده يقول أنه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب وبيقول إيه افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال وانا بقرأ النقطة دي حسيت أنه الابن الأكبر للأب اللي هو أبو الابن الضال كان عايز إيه وإيه اللي كان منع فرحه إيه اللي كان منع فرحه وانت مدتنيش جدي كان لسه بينتظر الفرح خارجي كان عنده مشاكل لما شاف أخوه أنه الاب يهتم فيه وأنه فرحان فيه شاف الفرح اللي كان بيفتقر إليه فطلب أن يكون عنده نفس الفرح شوفي أخت ليديا كلام الرب رائع كلمة الرب رائعة جدا الكتاب بقولنا أن السماء السماء بأكملها تفرح بخاطة واحد يتوب السماء تفرح بخاطة واحد يتوب مين فيه في السماء الله الآب على العرش الرب يسوع على يمين الآب مصبوط عندك الكائنات الحية الأربع المملوء عيون اللي تسبح الله 24-7 عندك الأربع والعشرين شيخ عندك كل الملائكة بكل الرتب موجودة أمام العرش عندك القديسين والأنبياء عندك الشهداء عندك الأبرار عندك الرسل عندك مؤمني العهد القديم مؤمني العهد الجديد عندك القديس العذراء وجميع القديسين كلهم في حضرة الله الكل بدون استثناء بيفرح لما واحد على الأرض يتوب نعم تصور نفسك أنك أنت الإنسان اللي بتتكلمي مع هذا الشخص حتى يقبل المسيح مخلص شخصي لحياته والسماء بيأكملها بمن فيها من ملائكة وقدسين وعظماء وشهداء وأبرار والله جل جلاله مع الرب يسوع الكل بيفرحوا في مرة واحدة أنت بتقودي نفس واحدة للمسيح يسوع شوفي مع عظم الفرح تسبب تفرح السماء أكيد أنا بفرح لأنه أنا من السماء أنا كائن سماوي أنا في المسيح لما السماء تفرح بتعملك إيه لما السماء لما الرب في عرشه بيفرح لما أنا بقود نفس للمسيح رضى الله على حياتي على بيتي على عائلتي على أولادي وكل ما أصناحه ينجح ليه بسبب خلاص هذه النفوس لهالسبب في رسالة كنت سأقول للصاحة التاسعة بقول ويلون لي إن كنت لا أبشر في ضرورة موضوع علي الضرورة موضوع علي لازم أبشر لازم أخبر بكم صنع بين رب ورحمني المرأة السامرية لما اختبرت الرب نطت يعني ركضت على المدينة تقولها لما انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل دحقي دحقي ليديا بعت الأرجوان قالت إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة فدخلوا بيت ألزمتهم في الدخول في ثمر في فرح في حياة البركة حياة الملء الفيضان استخدام روح الله إلنا وعدوم الخير بحاول يعني بحاول كل الطرق بشتى الطرق إنه يفقدنا هذا الفرح وهذا السلام الأخي جورج اللي تصل من لبنان يعني اتصاله كتير مهم يعني بقولك أنا بقرأ وبصلي لكن أنا محتاج إلى ملء الروح القدس طبعا كل واحد فينا محتاج مش موضوع أنه باخده مرة واحدة وبسكت انتهى لا أنا كل يوم بمتلى فملء الروح القدس شيء يومي يومي يعني إذن زي ما حالك كنت بتقول أنه الفرح مرتبط بالخلاص ومرتبط بالشكر مرتبط بالملء بالروح القدس ومرتبط بالكرازة كلنا نحب نفرح ما فيش حد بيحب العكنانة ولا المدايقة بكل تأكيد لكن زي أفرح حوالي ضيقات وأتعيب واتهدات حالك عارف الظروف اللي بتمر بيها بلادنا العربية فيه اضطهاد أي ويمكن كان زمان جلنا وقت كنا بنقول ما فيش اضطهاد يعني لو رئيسك اضطهادك في الشغل معلش لو جارك اضطهادك كلمتين معلش دلوقتي فيه اضطهاد وفيه ألم وفيه موت وفيه ترحيل من البلاد وفيه حضرتك يعني عندك فكرة كبيرة قوي قوي أختي دي أنا شايف شايف الأمور أنا دلوقتي مضطهادة يا أعمل هل ينفع أفرح أنا ولا لازم تكون الأمور مستتبع عشان أفرح انت عارفة في وسط الضيق في وسط الضيق في وسط الألم في وسط الشدة في وسط الاضطهاد بطرس سيلة في السجن بسبح الرب والمسجنون يسمعونهما في وسط السجن عرفتي عدة مرات شفنا رجال الله في الظروف الصعبة الرب يعطي نعمة خاصة الرب يعطي نعمة خاصة ليه لمين للناس اللي بتطلب هذه النعمة بدل ما أقول عن نفسي وأبدأ أرثي لنفسي أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا بدل ما أرثي لنفسي أبدأ أنظر الانتصار الرب يسوع على عود الصليب بدأ أقول لك اليوم الظروف اللي أنت بتمر فيها مش دائمة الضيق اللي أنت بتمر فيه مش دائم الاتهاض اللي أنت بتمر فيه مش دائم أبدا وفيه هناك أكليل فيه هناك مكافآت فيه هناك انسكاب للروح القدس على الناس اللي بتطلب انسكاب للروح القدس أنا بتكلم مع الناس المتألمين أنا عارف أنه في هذا الموسم في كثير من العائلات فقطت أعزاء وأحباء على قلوبها أنا عارف أن الموضوع مش سهل بس تعرف داود قال شغلة رائعة قال عندك كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي حتى في وسط ضيء في وسط ضيء حتى لو كانوا إيدي ورجي مربوطين بالمقترة حتى لو كانوا إجريك ورديك مربوطين بالسلاسل ليه؟ الرب يعطي الفرح في الأوقات الصعبة الرب يعطي التعزية في الأوقات الصعبة الرب يعطي اللمسات ملء وانسكاب وفيضان روح القدوس للناس اللي بتطلبوا بحق وحقيق أنت عارف الشخص اللي مش حاسب الاضطهاد الشخص اللي معاليهوش ضيق مش بشكر الرب مين اللي بشكر الشخص اللي في الضيق ومين اللي بيختبر الفرح الشخص اللي في الضيق فأنا بشجعك اليوم خلي نظرك على الرب مش على الظروف اللي حواليك لا تحاول تعتمد في إيمانك على أوضاع الناس اللي حواليك لأنه ما فيش إنسان بقدر يرفعك روحيا ما فيش إنسان اللي يقدر يقولك أنا بشيل عنك أو بحمل عنك مع أنه الكتاب بقول حاملين بعضكم أثقال بعض أو أحمال بعض يعني كل واحد مفروض يحط كتفه ويشيل حملة تاني لكن في هذه الأيام مش منشوف هذا العمل لكن أقولك اليوم خلي حملك على الرب إلقي حملك على الرب هو يعتني فيك هو مهتم فيك خلي عينيك على الرب لا تحاول تاخد البركة من البشر ما تحاولش تاخد الفرح منهم ما تحاولش تاخد السلام والتعزي لأنه الناس ما عندهاش الشيء اللي أنت بتطلبه الوحيد اللي عنده هذا الشيء هو الرب بالروح القدس فأنا بشجعك اليوم أطلب الرب الرب نفسه قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقي لي الأحمال وأنا أريحكم عم بسمع مصايب بتحصل في البيوت عم بشوف بيوت عم تنهدم زيجات عم تتدمر أطفال عم تتشرد مدن وقرى بتهجر شعب تغرب في بلاد غربة في هذه الأيام بس أنا بقولك بولس الرسول في رسالة روميا بقول شيء فضيع بقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا تلاقيه في السجن في وسط السجن في وسط عذاب السجن ويقول ما نسى يفصلنا عن محبة المسيح مين يقدر ياخد يسوع مني تقدر تاخد كل ممتلكاتي تقدر تاخد كل شيء عندي تقدر تعذب جسدي لكن ما تقدرش تاخد حضور روح الله مني ما تقدرش تاخد حضور روح الله من قلبي ما تقدرش تنتزع مني إيماني هذا الإيمان اللي أنا معتمد عليه هذا الإيمان اللي بيقويني في وسط ظهوف الصعبة هذا الإيمان اللي بيرفعني واللي بينهدني في وسط الضيقات والاتهادات اللي أنا بمر فيها هذا الإيمان اللي حافظني وصينني من إني أسقط ورجلي من الزلال هذا ما حدش يقدر ياخد الإيمان منك ما حدش يقدر يسرق روح الله اللي ساكن فيك ما حدش يقدر يطرد روح الله اللي ساكن فيك ولا الإيمان اللي ساكن فيك سمعني كوي سنة 2016 سنة الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى من عمق إلى عمق أعمق هذه السنة سنة افتقاد لكل شخص بيطلب الافتقاد سنة 2016 راح نشوف نقلات روحية في حياتنا لما نطلب الرب من كل القلب هذه السنة اللي جاء علينا سنة غير عادية تختلف عن كل السنوات البركات فيها مختلفة الاستخدامات فيها مختلفة انسكاب الروح القدس حيكون بطريقة مختلفة ومشتعلة والرب بيرسل اشتعالات للروح القدس في أماكن لم تخطر على بشر لم تخطر على بال إنسان لأنه افتقاد الله في الأيام الأخيرة هو افتقاد غير عادي نحن في نهاية الأيام الأخيرة لهذا السبب انسكاب الروح القدس يا عم المسكونة والناس اللي كنت تقول مستحيل يختبروا الخلاص ويختبروا الإيمان ويختبروا الملء بالروح القدس راح تشوفوا أول ناس يبكوا بدموع أمام صليب المسيح منكسرين أمام صليب المسيح طالبين الغفران طالبين غفران الخطايا ليه؟ لأنه نحن في نهاية الأيام وفي الأيام الأخيرة يقول الرم لأجل ذلك ينبغي أن نتقدس الأيام اللي أمامنا ينبغي أن نتقدس لما دام الوقت يدعى نهار في أمامنا أمور كثيرة لازم نعملها ينبغي أن نتقدس ينبغي أن ننتقل من مستوى إلى مستوى آخر وكفاية حياة الطفولية وكفاية حياة الشاطئ رب أقول لك اليوم كفاية اللبن كفاية شرب اللبن لازم تنتقل إلى اللحم لازم تنتقل إلى بحر السباحة الذي لا يعبر حياته الشط مش هتجيبك ولا هتوديك ما فيش هناك أي نوع من السمك على الشط السمك في العمق ابعد إلى العمق رب أقول لك ابعد إلى العمق انتقلي من الشط إلى العمق ويدخلك الرب بمعه بالروح القدس بياخدك في بحر سباحة بياخدك إلى أعماق الروح القدس وغمر ينادي غمر عند صوت ميازيبه ليه لأن الله يسكو بالروح القدس على الذين يسألونه للذين يسألونه وللذين يطيعونه روح الله في هذه الأيام الأخيرة عليك وعليك حتى يغير كل اسلوب حياتك ونمط حياتك وينقلك من حياة الضعف إلى حياة الانتصار من حياة الحزن إلى حياة الفرح من حياة الانكسار إلى حياة الانتصار في محضر الله والرب يقول لك اليوم صار الوقت اللي فيه تنهض زي ما نهض داود وقال لجوليات الجبار انت عارف الجوليات اللي في حياتك انت عارف جوليات الجبار اللي في حياتك الرب يقول لك اليوم صار الوقت اللي فيه تنهض أمام جوليات الجبار وتقول له بأعلى صوتك اليوم يحبسك الرب في يدي فأقطع رأسك اليوم يحبسك الرب في يدي اليوم يحبسك الرب في يدي لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قاله رب الجنود حللوية مبارك اسمك يا رب يا رب نصلي ملء الروح القدس لكل نفس بتسمعنا منصلي لانسكاب روحك القدس في كل مكان في كل كنيسة في كل بيت في كل قلب يا رب يطلبك اليوم نصلي يا رب فايد من روحك القدس نصلي نيرانك يا سيد الرب تنسكب يا سيد الرب نيران روحك القدس يا رب على المقدسين والأبرار على الأشخاص يا سيد الرب اللي بيطلبوك من كل قلوبهم يا رب انت قلت حللوية على فم يقيل ويقول في الأيام الأخيرة أن أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيدي وإماي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون في اسم الرب يسوع المسيح أسكب روحك القدوس علينا يا رب أسكب روحك القدوس على كل شخص مننا يا رب أسكب روحك القدوس عن طريق بث قناة الكرمة عن طريق كل برنامج يا رب يبث من هذه القناة أيها السيدة الرب إلى كل بقاعة المسكونة والأرض يا رب خلصوا النفوس إلى الأماكن اللي تصل إليها البث يا رب الغير مخلصين خلصهم يا رب نصلي أن كل نفس غير مخلصة يا رب تطلبك يا رب فتخلص باسم الرب يسوع المسيح بحق الدم الطاهر باسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي يا رب إنك تمسح عبيدك العاملين في قناة الكرمة يا رب إنك تمسح كل شخص يا رب كل شخص يا سيد الرب يتكلم بكلامك يا رب في قناة الكرمة يا رب وتوصل البشارة إلى جميع بقاعة المسكونة في اسم الرب يسوع المسيح يا رب نتنبأ على السنة الجديدة يا سيد الرب نتنبأ بالبركات نتنبأ بالانسكاب نتنبأ بخلاص النفوس نتنبأ يا رب البيوت المكسورة ترجع وتجبرها من جديد يا رب البيوت اللي دمرها عدو الخير ترجع وتبنيها من جديد يا رب والناس اللي انفصلت ترجع لبعض وتلم شمل الناس يا رب تلم شمل المؤمنين تلم شمل عائلاتك وأولادك يا رب من كل بقاع العالم في اسم الرب يسوع المسيح نتنبأ على سنة 2016 تكون سنة يا سيد الرب بركة سنة العمق يا رب سنة يا رب لندخل فيها إلى قدس أقداسك من كل أمة ومن كل شعب وقبيلة ولسان أيها السيد الرب نتنبأ إعلانات روحك القدوس لكل الذين يطلبونك يا رب اللي بيطلبوك من كل قلوبهم في اسم الرب يسوع المسيح نتنبأ على عملك من خلال قناة الكرمي يصل إلى كل نفس يا رب وما يكونش في أي شخص يا رب بشاهد القناة يا رب غير يخلص يا سيد الرب باسم الرب يسوع المسيح نتنبأ البث يصل يا سيد الرب إلى كل الخليج العربي وإلى أحبائنا يا رب المسلمين يا سيد الرب في كل بقاع العالم يا رب أنت ما بتفرقش بين مسيح ومسلم ولا بين يا رب كلداني وأشوري ويزيدي يا سيد الرب أو بين الصابقة يا سيد الرب أو بين يا رب عبدت يا رب كنفوشيس يا سيد الرب أو عبدت بوذة يا رب ما بتفرقش بين البشر مكتوب لأنه هكذا حب الله العالم يا رب ارسل كلمتك يا رب عن طريق قناة الكرم يا رب إلى كل بقاع العالم يا رب وخلص شعبك اليوم والمختارين في اسم الرب يسوع المسيح نعطيك المجد والكرامة نعطيك التسبيح والعظم يا رب وكل نفس اليوم بتطلب صلاة لأجل يا رب شفاق أن نصلي أنك يا رب اليوم اليوم يا رب اليوم يا رب اليوم يا رب اشفي شفاق كامل يا رب كل شخص بطلبك يا رب اشفي كل نفس بتطلبك يا رب أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح حط إيدك مكان المرض مكان الواجع في اسم الرب يسوع يا رب نصلي أنك أنت تمد يمينك وتشفي أنت الإله الشافي أنت الإله الشافي يا رب أنت الإله الشافي يا رب مد يمينك وشفي مد يمينك وبرق يا رب نصلي لكل شخص عنده سرطان أنه يفارق السرطان الآن نفعل قوة الاتفاق وكل شخص بسمعنا في اسم الرب يسوع المسيح قدامنا خمس داية بنصلي اليوم بطلب من كل شخص اليوم بشاهدنا في اسمه الرب يسوع المسيح حن لاصر يتفق معنا لكل نفس عندها سرطان وبتشاهدنا يا رب بنصلي اليوم يا رب بصلي اليوم في اسمه الرب يسوع المسيح انك ترسل روحك القدوس لكل شخص عنده سرطان وتشفي الشفاء الكامل يا رب اليوم في اسمه الرب يسوع للي عندهم مشاكل في الأوراق تحل المشاكل اللي عنده إدمان يا رب نصلي إنك أنت تحرر من الإدمان حر يا رب في اسم المسيح المحتاج شفاء تشفي المحتاج معجزة زي ما كثرت الخبز زي ما شفيت الأبرص زي ما أقمت المفلوج زي ما شفيت الأعمى زي يا رب أوه هللويا ما رديت الحياة للعازر والإبن أرملة نيين ولطبيثة احيي الأموات يا رب حللويا حللويا مبارك اسمك شكرا يا رب حللويا مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك يا رب نصلي لأجل ابن الرب من تاكسس شفاء من عملية تثبيت كسر في عظمة الفخت ابن الرب في تاكسس صلينا كزا مرة لهاجل هذا الموضوع اليوم رح أشكر الرب انه عظمة الفخد اتثبتت انا بشكرك لانك انت ثبتت عظمة الفخد في اسمه الرب يسوع ابو شنودة عنده سكر ومية على العين ومية شنودة عنده فيروس سي لسه من كم اسموع أخت قالت شفيت من فيروس سي يا رب نصلي انك ترسل كلمتك لابو شنودة يا رب الآن تشفيه من السكر تشفيه البنكرياس والمية اللي في العينتنا الشفاء يا رب تشيلها من العين ايش في العين يا رب في اسم الرب يسوع عندي تلبتين صالة كمينا محرك تخلص شفاء من اجل فيفين ومنيرة وكرم مش عارف شفاء من ايه يا رب لكن فيفين منيرة وكرم بصلي نكتش فيهم بنت الرب تطلب يحفظ اولادها يعطيهم سؤل قلبهم يا رب انا بصلي قبل ما تحفظ الاولاد خلص حياتهم ورب وبعدين احفظهم في شخصك في اسم الرب يسوع أليس تطلب الرب يساعد اولاده ياخدوا الفيزا يجوا لامريكا يا رب لم شامل أليس باسم الرب يسوع المسيح هات الأولاد يا رب مع والدتهم في اسم الرب يسوع فاضل جان عنده مشاكل عائلي يا رب اف جان عنده مشاكل عائلية منصلي انك تلمسه وتشفي يا رب هذه العائلة من كل المشاكل في اسم الرب يسوع عندي تلبتين صالة حالقسيس فيه اخت طلبة صالة لأجل عينيها فيه ليك في عينيها بينزل سائل في العينين بينزل لورا والدكاترة قالولها ملكيش عملية واختة تانية طلبة صالة لأجل ان زوجها بقاله 34 سنين مش بيشتغل فانفضلك اسكرهم في صالة تانية يا رب منصلي للي ما عندهمش شغل هذا الشخص يا رب اللي ما عنده شغل نصلي تفتح باب رزق جديد في اسم الرب يسوع المسيح يا رب كل يوم بتسمعنا استجابات صلاة وانت الاله اللي بتسمع وبتستجيب يا رب امين يا رب يا رب اعطي لعبدك يا رب شغل جديد امين يا رب يا رب نصلي لأجل أختنا يا رب لونة يا رب المس العيون بطريقة معجزية يا رب خل الطبيب اللي عمل الأخطاء يندم لانك انت شفيتها شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح وزي ما فتحت عيون بارتماوس المس بنتك يا رب وفتح عيونها بالكامل بنصلي للكرمي والاحتياجات الكرمي يا رب انك تسدد جميع الاحتياجات نرفع أختنا منا أمام عرش النعمة بنقول لك يا رب استلمها من الرأس حتى أخمص القدمين امين بشفاء كامل في اسم القدوس الأزلي نحن نشكرك لانك تسمع صلواتنا ونعظمك لانك بتستجيب نعطيك المجد والكرام يا رب الى أبد الابدين امين يا رب امين نحن نشكرك جدا يا حد الأسيس لأجل كلمات النعمة حللويا مبارك اسم الرب الحقيقي اللي أنا بشهد عنه ان حضرتك شخص حللويا فرح وده قصد الله في حياتنا لا تكون إلا فرحا أمين يا رب شكرا لك يا حد الأسيس أهلا بك يا أخت ليديا عزيزي المشاهدين في أشعية 61 واحد بيقول روح السيدة الرب علي أن رب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب مكسر القلوب لأنادي للمسبيين بالعطق والمأسورين بالإطلاق لأجعل نائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعونا أشجار البر غرس الرب للتمجيد وفي كورونسوس الثانية 13-11 بيقول أخيرا أيها الأخوة افرحوا اكملوا تعزوا اهتموا اهتماما واحدا عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام سيكون معكم وإلى اللقاء في حلقات أخرى والرب معكم وكل عام وأنتم بخير وفي رعاية قدير ثبتنا يا إليه في الكلمة باركنا أنت يا رب النعمة اجعلنا أغصانا مثلرة في الكلمة في الكلمة نحمل الرجال وحب السماء فكلنا شركاء في الكلمة في الكلمة نرفع الصلاة لمليك العلاة فهو رب الحياة الكرم 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 شكرا